كل هذه الصراعات اللي حصلت في الدول اللي الرئيس تتكلم عنها امبارح في الجلسة قدت الى موجة كبيرة جدا من المهاجرين ومن النازحين اوضاع صحية سيئة للغاية تكلفة اعادة الاعمار المادية مئات المليارات بالاضافة الى اضرار نفسية جسيمة بتعود على المواطنين اللي في الدول اللي بيحصل فيها صراعات الرئيس كمان كان وجهه قبل كده بانهاء مراحل اعادة اعمار غزة وقالني هتكلف الموضوع اكتر من 500 مليون دولار لاعادة الاعمار وقال لازم كلنا نساهم طبعا في فداء ووجه سيئاته نداء للدول المناحة لتقديم دعم اكبر لمنظمة الانوروة حتى تستطيع القيام بدور فيما يخص القطع غزة القطع فعلا محتاج ارقام اكتر كتير من الرقم ال 500 مليون دولار وكنا نتمنى في مصر ان احنا نساهم بكتر من كده لكن انا حضر اقوله للناس اللي شغالة ان المرحلة التانية اللي بدأت في ديسمبر من فضلكم احنا كنا قيلين ان دايما الناس اللي تشغل يعني المواطنين اللي موجودين ناكل ان مش هنجيب بعمالة تخش القطاع واهل القطاع موجودين يشتغلوا يعني لكن اقصد اقول ان احنا ارجو ان احنا ننهي المراحل اللي احنا وعدنا بيها في اسرع وقت ممكن من اجل اشقائنا في قطاع غزة وحيستمر دورنا في ان احنا نناشد المانحين ان هما يتقدموا ولا يتخلوا عن الانوروة عشان الالتزامات اللي خاصة بيها الالتزامات اللي بتقوم بها الانوروة اتصور ان دا الامر بشكل وباخرد ابتدي يعني يعود مرة اخرى بعد توقف الكم سنة اللي فاته وبرضو مرة تانية بنواجه ان دا الدول المانحة وحنتحرك كدولة معهم ايضا عشان تصل هذه الرسالة بشكل اكثر قوة وفاعلية من اجل استئناف اكبر ودعم اكبر للانوروة عشان تقوم بدورها في القطاع مش عايز اطلع عليكم لكن عايز اقول من الافضل ان الازمة متحدث من الافضل اني ما باش فيه مشكلة